مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كانت تكلم في ملفات كتير خلال المؤتمر الصحفي الإسبوعي له وقال إن الحكومة بتجاهد لعدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى وأكد إن الكهرباء لن تنقطع مجدداً وتم تأمين الشحنات البترول من ضمان تحقيق ده كمان السيد مدبولي قال إن الحكومة كانت بتعمل طوال الفترة اللي فاتت عشان تؤمن الشحنات الخاصة للفترات المقبلة بس لعبور فترة الصيف بهدف عدم انقطاع الكهرباء الفترة المقبلة حنحتاج إلى شحنات جديدة وده حيتحقق بمشيئة الله حقيقة اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن إحنا كل الاجتماعات اللي كنتوا بتتابعوها على مدار الإسبوعين أو الثلاثة أو الشهور الشهرين اللي فاتوا ما كانتش فقط بغرض تأمين احتياجات شحنات الصيف إحنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء وعشان كده النهاردة نواف قدامكم عشان أقوله حضراتكم وقول كل المصريين لن نقطع الكهرباء مرة أخرى لن يعود انقطاع الكهرباء مرة أخرى الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات مش عشان الصيف ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاع أنا عايز بس أقول لحضراتكم عشان الناس ممكن ما تكونش متخيلة مدى العب حضراتكم تتذكروا لما وقفتوا قدام حضراتكم وإحنا في الصيف وكان حصل زيادة للانقطاعات وقلت ان احنا هندبر بصورة مبدئية مليار ومية وتمانين مليون دولار عشان نعدي بيهم الصيف الرقم اللي احنا فعليا استخدمناه عشان نعدي فترة الصيف تجاوز الاتنين ونصف مليار دولار الدولة دبرتهم علشان نضمن ان ما نقطعش الكهرباء في الصيف طب بقيت الفترة اللي جاية دي كلها بنقمن الشحنات وبندير المنظومة بالكامل ازاي عشان نضمن ان ما يحصلش تاني ان شاء الله انقطاعات في الطيار الكهرباء والاهم ازاي على الصيف القادم اللي هو بيحصل فيه استهلاكات عالية جدا ما يبقاش الموضوع بيكلفني فطورة ضخمة زي اللي حصلت في شهرين الصيف دول